سبب وفاة الفنانة شيرينسي في النصر ومحطات من حياتها من الميلاد حتى الوفاة وما هي وصيتها توفيت اليوم الثالث عشر من ابريل عام 2024 الفنانة شيرينسي في النصر عن عمر 57 عاما أعلن هذا الخبر شريف سي في النصر وهو أخ غير شقيق للفنانة شيرينسي في النصر وقال توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم أخت الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرينسي في النصر وأضاف تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وساكينة كما طلبت الراحلة وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها جدير بالذكر أن شيرين سيف الناصر هي من موالدة عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية تخرجت شيرين من كلية الحقوق عام 1991 تزوجت شيرين سيف الناصر ثلاث مرات الزيجة الأولى كانت عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم وهو ملياردير سعودي شهير واشترت عليها وقتها اعتزال الفن وقدم لها مهرا خياليا واستمر الزواج لفترة قليلة ثم تم الطلاق أما الثاني زيجاتها كانت عام 2002 من الفنان متحط صالح لمدة 6 أشهر وقد سبق هذا قصة حب قوية بينهما أما الثالث زيجاتها كانت عام 2010 من الطبيب رائف الفقي طبيب التجميل بعد قصة حب قوية بينهما لمدة عامين واستمر الزواج عشرة أشهر فقط ثم تم الطلاق لم تنجب شيرين في أي زيجة من زيجتها في عام 2011 توفيت والدتها لتدخل شيرين سيف الناصر في اكتئاب شديد حزنا على بفاية والدتها واعتزلت الفن ولم ترجع للتمثيل مرة أخرى أما عن مسيرتها الفنية فقد قدمت شيرين سيف الناصر حوالي 30 عمل فني في الفترة من عام 1990 حتى عام 2007 ومن أشهر أعمالها فيلم سواء الهانم عام 1994 مع أحمد زكي الجذء الثاني من مسلسل المال والبنون عام 1995 مسلسل من لا يحب فاطمة عام 1996 مع أحمد عبد العزيز وفي نفس العام فيلم النوم في العسل عام 1996 مع عاد الإمام ثم فيلم أمير الظلام عام 2002 مع عاد الإمام أيضا كان أخر عام الفني لها مسلسل أصعب قرار عام 2007 كما أنها قدمت دور البطولة مع عاد الإمام في مسرحية بوديجارد لمدة خمس سنوات من عام 1999 حتى عام 2004 من عام 2007 اختفت شيرين عن الساحة الفنية تماما وكانت تقضي أغلب وقتها في قراءة الروايات ومرت بحالة نفسية سيئة جدا بعد وفاة والدتها عام 2011 توفيت شيرين سيف الناصر فجر يوم السبت الثالث عشر من أبريل عام 2024 وقد كان سبب الوفاة هبوط حياة في الدورة الدموية عن عمر 57 عاما رحم الله الفنانة شيرين سيف الناصر